اكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب أهمية توظيف الدور الإعلامي في دعم الثوابت والأولويات الوطنية وإبراز الوجه الحضاري والمنجزات الرائدة التي تحققها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى يده الله ورعاه وخلال استقبالها عددا من كتاب الرأي في الصحف البحرينية أشارت معالي رئيسة مجلس النواب للدور المهم الذي يطلع به كتاب الرأي في الصحافة المحلية في نشر المعرفة والوعي وتنوير الرأي العام ارتكازا على القيم الرفيعة والرسالة الإعلامية النبيلة التي تعبر عن ثقافة وأصالة المجتمع البحريني وتحضره وتعكس الوعي المتقدم في حمل المسؤولية المجتمعية وتقديم نموذج راق في ميدان العمل الإعلامي والصحفي بالكلمة الموضوعية والمصداقية والمهنية العالية وذكرت رئيسة مجلس النواب أن الإعلام الوطني المسؤول يعد شريكا أساسيا في مساندة الجهود الوطنية في الداخل والخارج بما يتمتع به من مصداقية وممارسة موضوعية والتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية وسعي الجاد والمخلص من أجل تحقيق المصلحة العامة للوطن ومساندة النهضة الوطنية في الوصول إلى الغايات التي تنطلق نحوها مسيرة التنمية الشاملة وأكدت معاليها تقديرها للدور الفاعل الذي يقوم به كتاب الأعمدة والصحفيون عبر الطرح المتوازن والمعتدل في إبراز الإنجازات والعطاءات الوطنية والاستفادة من المساحة الواسعة لحرية الرأي والتعبير في ممارسة النقد المسؤول والبناء الذي يستهدف الإصلاح والتطوير ويحترم النظم والقوانين ويراعي الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي ويشيع لغة المحبة والسلام والتعايش وبينت رئيسة مجلس النواب حرص المجلس النيابي على تقديم الدعم للصحفيين والإعلاميين والكتاب عبر الاهتمام والسعي لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية والتعاون مع الحكومة الموقرة لإقرار قانون عصري مستنير للصحافة والنشر من جانبهم أعرب كتاب الرأي عن تقديرهم للحرص المستمر الذي تبديه معاليها في الالتقاء مع الصحفيين والإعلاميين والكتاب وما تقدمه معاليها من دعم متواصل للقضايا والملفات التي تعنى بهم مشهيدين بجهود مجلس النواب في السعي لتوظيف الدور التشريعي لتطوير القوانين وسن التشريعات المتعلقة بالجسم الصحفي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة